بنفس التوقيت اللي انقصفت بيه اربيل انقصفت بيه باكستان شوف حكومة باكستان السوت ضد ايران باوي باكستان تطرد تطرد سفير ايران وتعيد سفيرها من طهران الى اسلام اباد دا تشوف لما انقصفت باكستان السوت قلت له لسه سفير الايران يلا براه يلا ورجعوا السفير مالتهم وقطعوا العلاقات الدبلوماسية ليش لانه ايران قصفت الاراضي الباكستانية زين احنا اصلا ما استدعوا السفير ما قلوا لي ابا تعال على القليل هسا اكسر عيوننا يا حكومة السوداني هسا اكسروا عيوننا جيبه للسفير تعال بويا شربة شاي على القليل لو تخاف حتى تقول لتعال يا احزاب ايران اتخافون تقولون للسفير تعال عمي ما اريدكم اطردوا ما اريد اطردوا استدعوا يا الاطار التنفيسي استدعوا للسفير الايراني يقول لها تعال بويا تعال انت عليه اساس حكومتك ولا بلدك يقصف بلدنا والله العظيم غير السفير الايراني اذا دزوا علي اذا فكروا بس فكروا دزون علي يجمعهم كلهم ها وقعدهم هذا ولا زعماء الاطار التنفيسي يجمعهم كلهم وملعودة على طيزة والله خيركم خيركم ما يقدر يقول له للسفير الإيراني بز طبعا والبز باللهجات العربية غير البز عندنا بالعراق والسوريين واللبناني يعرفون اشجاي حتي